تنفيذا للتوجهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى يده الله بشأن إصدار قانون أكثر شمولا وتطورا للصحافة والنشر وافق مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه الإسبوعي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله على مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشرعية بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الصادر بالمرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 وإحالتها إلى سلطة التشرعية ويمثل تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وإحالتها إلى سلطة التشرعية تجسيدا للرؤية الملكية السامية لإطلاق الحريات الصحفية والإعلابية المسؤولة في ظل مناخ ديمقراطي عصري ومنظومة دستورية وقانونية متطورة وتعكس حرص الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ترسيخ الشفافية والحق في المعرفة والانتفاع على الصحافة ووسائل الإعلام والارتقاء بدورها الوطني كشريك في الحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية والذود عن أمن الوطني واستقراره وتعزيز مجزاته التلموية والديوقراطية